وصلنا معكم مشاهدين إلى الفقرة النقاشية ونتسائل فيها كيف نحل مشكلاتنا ويتعرض الإنسان في حياته العملية إلى العديد من الأمور والمواقف غير المعتادة التي تؤثر أحياناً على تنمية أمر معين أو تشويه موقف أو إحداث خلال وقد تكون هذه المواقف والأحداث على درجة بسيطة من الأهمية غير أنها تغلق مسارات أو تقف بوجه تحقيق الأهداف أو تؤدي إلى اضطراب النفس وتعسر الحل للحديث أكثر عن موضوع حل المشكلات اسمحوا لي أن أرحب الدكتورة نوالي البرق خبيرة في مجال التنمية البشرية يسعد صباحك دكتورة الله يسعد صباحك وصباح الجميع صباحكم خير يا مرحبا يعني المشكلات عادة من المر بمشكلات في حياتنا والحياة بدون مشكلات تحسيها حياة باردة طبيعي أن يكون عندنا مشكلات طيب في البداية الدكتورة وفي خبرتك ما هو تعريف كل المشكلات بداية خلينا فعلا نعرف مفهوم المشكلات المشكلات هي مواقف فعينة قد تحدث في حياتنا تعيق وصولنا إلى الهدف هي عبارة عن أحداث في حياتنا تعترض مسيرتنا الحياتية اليومية الاعتيادية يكون درجتها متفاوت ما بين التي توقف مسار الحياة تماما وما بين التي تعيق أو تؤخر الوصول إلى الهدف وهو ما يسمى بالأساس هو المشكلة نعم شو أبرز المشكلات اللي ممكن تواجه أي إنسان بحياته وممكن يحلها بمهارات حل المشكلات المهارات البسيطة اللي بتكون عندنا هلأ عنا من ناحية المشكلات عنا تنوع كثير من المشكلات خلينا ننظر لها ممكن المشكلات على مستوى الفرد المشكلات يومية بسيطة مشكلات مصيرية في حياتك قرار مصيري كعمل كاستقرار كزواج هاي تعتبر يعني مشكلات على مستوى الفرد عنا مشكلات على مستوى المجتمع يواجه الإنسان باعتباره جزء لا يتجزأ من المجتمع هاي النوع من المشكلات مشكلة البطالة قلة العمل مشكلات تيجي على مستوى الدول كاملة سواء المشكلات السياسية الحروب مشكلات الاقتصادية مشكلة كوفيد-19 هي أحد المشكلات اللي كمان احنا نواجهها كأفراد وكعالم كامل تعتبر مشكلة أكيد لازم نواجهها لازم نواجه كل مشكلات إذن المشكلات قد تكون فردية قد تكون مجتمع قد يكون سياسية اقتصادية دولية فمتعددة المشكلات في كل الاتجاهات دكتور نوال متى نقول أن هذه المشكلات لا تحل؟ هلأ هو على الأغلب لا يوجد مشكلة إلا لها حل لكن هناك بعض نحن نقول هي المشكلات لكن هي الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان أنه يتنبأ بها أو يقف دون حلولها أو حدوثها مثل المشاكل الطبيعية الزلازل البراكين وحتى قدر الإمكان يقلل الإنسان من أثر هذه المشكلات لكن هذه ما نسميها مش مشكلة أدما نقول هي ظواهر طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان أحيانا منقول المرض لما يصاب بالإنسان هي عبارة عن مشكلة لا يستطيع أو لا يملك لنفسه إلا الأخذ بالأسباب البسيطة والأدوية والدعاء ويسلم أمره إلى الله تعالى فإذا هناك مشكلات نستطيع أن نبحث لها عن حل وهناك مشكلات نجتهد في العمل على حلها لكن في الأول وفي الآخر هي بيد الله تعالى نحن مساقون فيها أو مسيرون فيها نعم طيب دكتورة حكيت أنت عن أنواع المشكلات ممكن تكون مشكلات على صعيد الفرد والمجتمع ومشكلات دولية دعونا نروح للمشكلات الفردية اللي كل منا هو معرض لإلها بالحياة كيف نتعامل معها خاصة ممكن مشكلات العمل مشكلات على الصعيد الشخصي كيف لازم نتعاطى معها وكيف لازم نوجهها لاتجاه السليم نعم هنا تكمن أسرار النفس والتميز الفرد عن الآخر من حيث نظرته إلى المشكلة من حيث تحديد المشكلة من حيث ضبط الأعصاب من حيث النظرة العلمية والمهنية والنفسية كثير مننا يواجه من المشكلات وتمر المشكلة دون أن ينتبه لها من يحيط بصاحب هذه المشكلة لأنه لديه القدرة العالية في التفاعل والتعامل مع هذه المشكلة من ناحية عقلانية منقول هون العقل الناضج يفصل ما بين المشكلة وما بين المؤثرات التي تحيط بهذه المشكلة ومنهم من يتأثر بالعوارض المشكلة أكتر من أنه يبحث عن حلول لأصل المشكلة إذا أردت أن نحل المشكلة يجب أن نكون عمليين في البداية أن ننظر إلى أسباب المشكلة نحلل ونبحث عن أسباب الرئيسية للمشكلة وليست الظواهر أو خلينا نقول العوارض التي تظهر مع المشكلة نعم تماما طيب يعني إحنا حينا لما نوقع في مشكلة نفكر فيها بشكل مستفيذ وندخل في عصف ذهني يمكننا نسميه للبحث عن حلول كثيرة لكن إحنا بيقف واحد أمام أكثر من حل فما هي المعايير التي يفقها نختار الحل المناسب لهذه المشكلة إحنا منيجي منهو منقول كيفية حل المشكلة من خلال البحث عن الحلول هلأ منقول أن الإنسان الذي ينظر إلى المشكلة من ناحية عقلانية يبحث عن أسباب المشكلة الرئيسية ومن ثم يبحث عن الحلول التي تتطلبها هذه المشكلة مثال بسيط خلينا نقول عندي سيارة توقفت بإمكاننا نقول نتأثر سيارة توقفت تعطلت عن العمل مؤادر أشتغل ونفسي تتعبت وتأخرت وأثر أنت ما حلت المشكلة عندما أنت غصت أو خلينا أقول غرئت في بحر ظاهرة المشكلة ولم تبحث عن أسباب المشكلة أو حل المشكلة حل المشكلة أن تنظر وتحلل عن السبب الرئيسي الذي أوجد هذه المشكلة فأرمز السيارة عطل في البطارية السيارة وضعت إيدك على سبب المشكلة الرئيسي هنا بيأتي الحل أنه بتبدل البطارية بتشتري واحدة جديدة بتشحن البطارية إذن تعطي حلول تتوافق مع قدراتك المادية مع العامل الزمني بيتوافق مع مدى قياس تأثير بطارية السيارة على حل المشكلة هل هذه المشكلة مشكلة رئيسية قد تؤثر على كل مسار الحياة أم بإمكاننا أنه نتماشى أحيانا في مشاكل كتير في حياتنا نتماشى معها ونتعايش معها لأن حلها بيكون كتير أصعب وبياخد وقت كتير أطول من لو أني استوقفت كل حياتي لمجرد أن أقول أنا عندي مشكلة إذن الكتير مهم أنه طبيعة الإنسان أن ينظر بنطج وإدراك عقلاني في تحليل المشكلة تحليل أثار المشكلة ويبحث عن مسببات المشكلة ومن ثم يبحث عن الحلول التي تتناسب مع حل هذه المشكلة ليس فقط أنه هي اللي بدها تحل إنما من ناحية تعامل الزمني من ناحية العامل النفسي من ناحية العامل الاقتصادي بالضبط نعم أحيانا الخبرة في الحياة تخلينا نتعامل مع مشاكل يعني بطريقة جدا سهلة الخبرة في الحياة نوعي نماط الشخصية كيف بأثروا أيضا في مهارة حل المشكلات يعني ممكن أنا أتعرض لها مشكلة ونفس المشكلة يتعرض لها حمير حمير يحلها بكل سهولة وبكل بساطة ممكن أنا أخذها بمبالغة فنماط الشخصية والخبرة في الحياة كيف يتأثر في حلنا للمشكلات أكيد أكيد نقول للستات أنه دائما حيدي العاطفة لأن العاطفة قد تغرقنا في المشكلة أو لا ترينا بالضبط لا ترينا المشكلة وسبباتها وحلولها بالطريقة الواضحة في الطريقة التي ينظر إليها الرجل الرجل يعمل بطريقة عملية على الأغلب يعني من قول ما لا يمنع أنه كمان لا ترى عماما الفكرة هي الفكرة لأننا دائما نتكلم أن المرة أحيانا تكون محتاجة أن نسمع منها الفترة أطول لأننا بسرعة نحن نجيب الحل ونحتاج أنها تفضل هذه الحاجات بحسوبة علينا عيوب نحن نجال على فكرة نعم بالضبط إذا العملية تحلل المشكلة أن تنظر إليها من ناحية عملية تنظر إلى طبيعة هذه المشكلة نوعية هذه المشكلة آثارها ومن ثم تبحث عن هذه الحلول هلأ إحنا كثير في أمور من المشاكل يكون أثرها أعظم من المشكلة نفسه يعني الأطفال أحيانا معانجتك وأسلوبك في تعاملك مع الطفل بإحساسه أنه فقد قلمه أو فقد كتابه المشكلة بسيطة جدا في عقلك أو في نطجك أو في عمرك شو لو فقد كتاب من ممكن نجيب بداله بيت كتاب صح ولا لا لكن الأفضل أنه إحنا نرى ما هو أثر هاي المشكلة على الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة فنتعامل معه بالناحية تتوافق مع شخصيته لنرجع من أقول كيف منحل مشكلتنا كيف إنسان بتميز هون يبين فروقات الشخصية النطج العقلي طريقة التفكير الأثر النفسي خلينا نقول كمان الثقة بالنفس الخبرات نجد كثير من الأحالينا الكبار من عمر لما تعرض عليهم مشكلة بيقول لك مش مشكلة حلها بسيط صول بالك بهدوء وبرزيل لأنه لا يرى فيها أي نوع من المشكلة في حين أنا هي مشكلة معضلة حياتي لسي تتوقف عندها كل الأمور فإذن هون نضج الإنسان عقله وطريقة التفكير وخبراته نظرته إلى المشكلة كمشكلة مدى تأثيرها سلبياتها إيجابياتها قدرتنا على التعاطف مع هاي المشكلة أو حتى توجيه المشكلة بطريقة عقلاني وتقليل أو تهويل هاي المشكلة كله كتير بيعطي أثر علينا في حل المشكلة وبيختلفين من شخص إلى آخر طيب إذن ما اتفقنا من كلامك تكتور اتفقنا نحن أن هذه محتاجة إلى خبرات ومهارات وفقا لهذه المهارات سنقدر نتقن مهارة حل المشكلات هي مهارة وتكتسب طيب لما أكون أنا شخص أتقن مهارة حل المشكلات وحل الأزمات كيف سينعكس ذلك على مستقبلي؟ أكيد أنت ترى الأمور ببساطة وأن الحياة بسيطة جدا فاندفاعك في مسيرة الحياة وتحقيق الأهداف رح يكون فيه طريق سهلة ميسرة مبسطة أفضل بكثير من الناس التي تضع المشكلات الصغيرة عقبات كبيرة في حياتها الإنسان اللي بيعرف حل مشكلاته هذا إنسان منجز إنسان ناجح في حياته إنسان أكيد نقول يكون ليدر يفضل أنه يكون قائد في المجتمع في حياته وإنجازاته فهذا شيء كثير إيجابي الإنسان اللي بحل مشكلاته هذا بدنا منه كثير نعم بدنا نتعلم منه كمان هل ممكن نتعلم هذه المهارة مهارة حل المشكلات الناس اللي بيعانوا فعليا ما بيعرفوا يحلوا مشكلاتهم ممكن يلجأوا لمختصين يساعدوهم في اكتساب هذه المهارة أو اكتساب أيضا خطوات حل المشكلة أكيد أكيد في كل الحياة بتعلمنا منقول مهارات ومهارات مكتسبة ومهارات تعلمنا الحياة بحد ذاته بمواقفها المتكررة ونطج الإنسان وكلما زاد في علمه وكلما زادت سعة رؤيته لأي موقف من واقف الحياة ومن هذه المعيقات واستطاع أن يحللها بطريقة سهلة وسريعة كلما كان له قدرة على حل المشكلة موضوع حل المشكلات ليس بالمعضلة الكبيرة لكنها تعتمد على من وكيف ينرى المشكلة من يراها كشخص بنيته عقليته أسلوبه في التعامل معها بالإضافة إلى خبرته وثقته والعلم اللي اكتسبه اللي يستطيع من خلالها البحث عن الحلول نعم أعطيك ألف عفية دكتور نوال برق خبيرة في مجال التنمية البشرية شكرا جزيلا لك دكتورها شكرا لأيكم إن شاء الله أتمنىكم حياة بعيدة عن المشاكل ولونا هي ملحة الحياة لازم نتعلم منها لازم يعطيك ألف عقلي وسعد صباحك